معانا الدكتور محمود شهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية دكتور محمود صباح الفل على حضرتك صباح الفل على حضرتك أخبر حضرتك إيه كله تمام مونجور يا فندم أهلا بحضرتك أهلا بك يا ترى المتوقع إيه بقى فيما يتعلق بيه درجة الحرارة ونسب الرطوبة في الكم يوم اللي جايين يا دكتور محمود احنا طبعا كنا الفصل الزيت وزي ما كنا بتقول دايما ما فيه استقرار شكيت بالأحوال الجوية من الصعب ان تتغير فيه الكتل الحوائية المؤثرة بشكل سريع فتلاقي ثبات وايام شبه بعضوها كتيرة جدا فزي ما احنا ما شايتين بقى انا ثلاثة ايام الخرايط نفسها دولة تاريخ بتاع الخريطة ما كنتش نعرف ديه خريطة اليوم وزيعة الضغط متشفح تماما 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 متخفض الهند الموطن المؤكسة بشكل جيد جدا بنفسها وزيعة الضغط ومتفسها بقية متخصية ملاحظيني النهاردة شبه امبارح شبه اول امبارح الكتفاعات شديدة وضعها في الخرارة ونسب الرطوبة بقى انا ثلاثة ايام الحرارة بتسجل العز مع قهرة ثمانية وتلاثين في الضغط طبعا الاحتفاف ديها بيبقى اعلى من كده ده نظر الكتفاع الرطوبة وتعرض اشعة الشمس وهدوء سرعات الرياح كل هذه العواجل لما اندخلها في المعادلات بتدي درجة حرارة محسوسة من اثين واربعين بثلاثة واربعين درجة قوي فطبعا احنا متمرين على هذا الصقص الصيفي المتقر بشكل كبير اه اخلا للوقات مفتد الصور اللي جاي هنقابل الواج اند اه درجة الحرارة فيه بالصل بتتراوح من تسعة وتلاثين الى اربعين درجة فيعني الفترة اللي جاية لازم يكون اه يعني في قدر الانكان السابع الارشادات والتصائح اه لعدم الانتصابة باي ضرب الشمس لعدم الانتصابة بارتفاع ضغط الزم الانتصابة خطوبة مهم جدا 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 اه المثقف نفسنا زي ما اتعودنا كلنا دلوقت على كل المستويات السقير والغامي دلوقت الكمامة بالمثال وثقافة جيدة كل مهتم جدا بالماسكا والكمامة لا عايزين بقى ناخد ثقافة اجازة المياه دايما فيدينا دايما اسناء تواجدنا خارج المنزل حلوة ثقافة اجازة المياه حلوة حلوة او المصطلح ده وبالنسبة للكمامات اعتقد الكمامات لزقت والشركة كشعب اه خلاص بلوقت كم يوم اللي فاتل يعني اه يعني خلاص حاجة اساسية ما المصارفة ان اساسية شرك كيمامات لازم برضو ضغط الزجاجة المياه ده مهم جدا جدا لان معدلات فقط المياه من جسمنا كتيرة معدلات العرق متزايدة تتفاعدت بالرطوبة مخلية اه اه الميات العرق بيبقى اه بيها مشكلة فقط المياه من جسمنا فلازم من صورة المياه حتى لو مش عصومين لازم نعاوض نعاوض لنا على زيادة معدلات صورة المياه خلال هذه كالعادة سعداء بمشاركة حضرتك وطبعا بنستفيد يعني دايما من مع الكلام مع حضرتك ربنا يخليك سعداء جدا وصباح الفل عليك يا دكتور محمول حلوة جدا ثقافة اساسية المياه دي فعلا اه دي حقيقة احنا اه في ناس من هنا انا اعرف ناس عرفك بيقولك انا مش عمش مياه خالص لنادرا يعني عشان يعيش عشان ما يتوفيش فاعني الموضوع فعلا غلط دي ممكن نهزر بس الموضوع غلط جدا ويمكن يخليك يعني ما عندكش طاقة تعمل اي حاجة ويأثر سلبي على اجازة جسمك يعني ما ينفعش طبعا